اكدت رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الثاني للحوكمة بدول مجلس التعاون الخليجية الدكتورة أماني بوريسلي أهمية تطبيق معايير الحوكمة الحديثة في القطاعات الاقتصادية وأضافت أن تطبيق معايير الحوكمة في قطاع واحد بمعزل عن القطاعات الأخرى لن يحقق النتائج المرجوة والأهداف المنشودة مشددة على ضرورة مراجعة التشريعات الاقتصادية السارية وإصدار قوانين حديثة معاصرة تتوافق والمطبقة دوليا لدعم القطاع العام ليكون أكثر فعالية في دعمه للدور الريادي للقطاع الخاص في العملية التنموية